عايز اه اطمنكم على اه اخواتكم اللي كانوا معايا في سنة تالتة السنة دي يعني سنة تالتة الكيمستري بتاعه بالسنة دي كان مختلف عن اي سنة تانية في مستوى الصعوبة لان فرقت بقى يعني الكيمستري ما جاتش اول مادة كان الاول مادة هي الفيزيكس فرق الكلام ده جدا معنا السنة دي لان لما اه الفيزيكس جي الاول الولاد اتصدموا بموضوع الفيزيكس وانهاره وعياته وكلام ده كله الكلام ده كان بقاله تلت سنين بيحصل معايا في الكيمستري يعني دايما كده الولاد بينزعجو جدا من امتحان العربي وبينزعجو جدا من الاول مادة علمية فكان على حاصل الحمد لله السنة دي الاول مرة من اربع سنين ان امتحان الفيزيكس يبقى هو قبل امتحان الكيمستري فالفيزيكس هو اللي اخد الصدمة الاساسي. هالمعنى كده ان امتحان فيزيكس كان صعب جدا لا هتشوفوا انتوا السنة دي وانتوا بتحلوا مع الاسلزة بتاعتكم الفيزيكس انها تلاقي الامتحان كان فيه افكار حلوة بس مش اللي هي مستحيلة زي ما الولاد كانوا عاملين بس ضغطة الامتحان زي نفسها والشدة بتاعت اللجان والخوف والقلق وعدم النوم من الولاد بأثر جدا ده زائد ان كان فيه فعلا اكتر من غلطة فاكتر من سؤال والولاد اخدوا درجتها بالكامل بالنسبة للكيمستري السنة دي كان وضعه خاص بقى لان الكيمستري السنة دي فعلا هو تعرض لنوع من انواع التسريب هل التسريب يبوز اه الدنيا لا اولا تسريب ما يبوزش الدنيا ولكنه تسريب اه غير مقبول اه لازم اه يحصل حاجة من الوزارة بحيث ان هما الموضوع بتاع التسريب ده ما يتكررش تاني هل بيتكرر كل سنة اه بيتكرر كل سنة الموضوع ده في الامريكان في الاي جي انا بنتي السنة بتاعتنا مكات ناين في ورقة ورقة من الورقة لها نتيجة التسريبات في الامريكان وفي الاي جي وفي الناشنال بيحصل تسريبات للأسف لان الناس ما عندهاش ضمين فانا مش هخوط في الموضوع دي بس بقولكو يعني اه موجز للي حصل اه للتالتة بتاع السنة دي اللي يهمني من الموضوع ده كله ايه ان احنا دايما واحنا بنبدأ الماراثون بتاع تالتة ارمي ورا ظهرك وما تلتفتش لاي حاجة من اللي انت بتسمحها للي بيحصل السنة دي اول اللي حصل له بالسنة اللي فاتت كان عامل ازاي سيبك بين كل الكلام ده احنا زي ما بيقولوا كده ايه بنفتح صفحة بيضة وبنكتب مع بعض من اول السطر يلا بينا هنبدأ مع بعض انا اللي يهمني ان احنا نعمل اللي علينا من اول يوم في السنة اول يوم في السنة ده اللي هو النهاردة النهاردة ابقى مركز في الحصة اخلص الحصة آآ مستر سالي طلب مني حاجة اعملها خلال هذا الاسبوع يبقى اعمل الموضوع ده خلال هذا الاسبوع سواء في الكيميستري او في الغيره عشان في الاخر نوصل لان انت ما يبقاش عليك ووركلود عالي في اخر السنة. تالتة طويلة. هل الكيميا فيها صعبة? فيها اجزاء آآ تقيلة? وفيها اجزاء سهلة? بتاع الكيميا مش مش زي ما انتم شايفين? مش مش مخيف زي ما انتم فاكرين?